عام آخر على تدهور العملية التعليمية في العراق حيث يقبع البلد خارج التقييم العالمي لجودة التعليم المدارس الحكومية مزدحمة على إثر نقص البنايات المدرسية وتمويل مالي يعد من بين الأضعف مقارنة بباقي مخصصات الموازنة المالية للبلاد فكانت النتيجة تدني جودة التعليم وجيوشا من التلاميذ المتسربين وغيرها من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية وأخرى طارئة مثل تفشي فيروس كورونا من عكس سلبا على قطاع التعليم استمرار تراجع العملية التربوية والتعليمية أفرز نحو 11 مليون أمي في أنحاء البلاد بنسبة تتجاوز 47% من مجموع البالغين وفقا لنقابة المعلمين العراقيين واليونسكو فيما تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أن عدد تاركي المدارس الابتدائية تجاوز 131 ألف تلميذ وتلميذة خلال عام 2023 في معظم محافظات العراق حيث شكلت الإناث نحو 48% من نسبة المتسربين رغم تمسك الإناث المعهود بمقاعد الدراسة بخلاف نظرائهن من الذكور كما يعترف مسؤولون في وزارة التربية بوجود المحاصصة الحزبية داخل مؤسسات التعليم على غرار تفشي المحاصصة في باقي مؤسسات الدولة وبحسب أرقام الوزارة فإن هناك أكثر من 27 ألف مدرسة فقط في عموم البلاد يدرس فيها 13 مليون تلميذ ويقابلهم مليون معلم ومعلمة فقط في الكادر التعليمي كما أن قطاع التعليم يحتاج إلى حوالي 8 ألاف بناية مدرسية لسد النقص الكبير والتخلص من الاكتباض أرقام وحقائق اعتبرها ناشطون تربويون بمثابة جرس انذار للتعليم في البلاد فيما يؤكد آخرون على أن مشكلة التعليم لن تحل من خلال حلول مؤقتة أو ترقيعية تعمق المخاوف بشأن مستقبل الخريجين في ظل غياب فرص لتعيينهم أو تشغيلهم واستيعابهم ضمن المرافق الحكومية والخاصة ترجمة نانسي قنقر